اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الجوية نستهلها بداية بالوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة اليوم بحول الله بعد انقشعة ضبابة صبيحة نتوقع جوى صافية ومشمسة تماما على كل السواحل الوطنية تكون صافية إلى مغشرة جسئيا بالمناطق الداخلية حتى شمال الصحراء لكن يبقى التقص مشمس وصافي ومستقر عموما بباقي المدن الجنوبية مع حركة رياح تكون ضعيفة نسبيا درجات الحرارة القصوى لظاهرة الخميس ستتراوح ما بين 16 و18 درجة على كل السواحل الوطنية 8 درجة ببتنى حتى بالبيد بالأغوات 12 درجة 16 درجة بغردية حتى ورقلة 18 درجة بالوات 19 درجة بإنيزي حتى عين سالح وأدرار 21 درجة بطمان راس 14 درجة ببشار في حين سنسجد 18 درجة بمنطقة تندوف نمر الآن مشاهدين الكرام إلى الوضعية الجوية المرتقبة لليلة اليوم ليلة الخميس إلى الجمعة نرتقب تشكل صحب عابرة على كل الساحل الشرقي ويبقى الصفاء يميز باقي المناطق الشمالية للوطن وصولا لشمال الصحراء والوحات حتى شمال الصورة صحب عابرة بالجنوب الغربي ويبقى التقص مستقر وصافي عموما بباقي المناطق الجنوبية مع حركة رياح تكون ضعيفة عموما درجة الحرارة الليلية ستصل إلى 5 درجة بوهران 8 درجة بـ 7 درجة أقول بالجزايا العاصمة 5 درجة بعنبا 0 درجة ببتنا 3 درجة بالأغوات في حين سنسجد درجة واحدة بالبيت كأدنى حد 7 درجة بغردية حتى الوات 5 درجة بورغلا 6 درجة بإيليزي بعنسة 9 درجة 7 درجة بأدرار حتى 8 درجة ببشار في حين سنسجد 12 درجة بمنطقة تندوف مشاهدين نصل بكم إلى حالة البحر لنهار اليوم سيكون هذه إلى قليل الإتراب بالسواحل الغربية من سعيدية وهران حتى مستغانم واتنس وفقا رياح شرقية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم في الساعة وبحر قليل الإتراب بالسواحل الوسطى والشرقية من سيباز العاصمة بومردس بجايا جيجرسكيكدا عن نابا حتى القالة نتيجة رياح غربية إلى شمالية غربية ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي ظاهرة وليلة اليوم الله أعلم شكرا على كرم المتابعة في أمان الله